موسيقى نحن كفاعلين كقوة اقتراحية نحن مسؤولوناش واجوش لتالجة تأخذ قرار يعني مجالب الصواب معدل التعلق اللائعي وخبر الإغلاق هو تإنسان ما غدا يقبل خصوصا وأنه تم استبعادنا كقوتي اقتراحية إذا كان الأمر يتعلق بنا نحن كمهنيين وكحيرا في إنفاذ القطاع كان المفروض أن نتم المشاورات خصوصا وأنه كبالي أن هذا القرار هو جاء مجانبا للصواب علاج مجانبا للصواب لأن لما نتحدث عن الماء أو إذا أردنا تفريغ البلاغ دين سيد وزير الداخلية السعب الوفي الفتيس فإن الأمر يتعلق بالماء الشروب ليس إلا في حين أن تفريغ دين هذا البلاغ في إطار الإحالة على السادة الولاة والسادة العمال هنا في نقع الخطأ هو أن تفريغه جاء فيما يتعلق بالماء برمته علما أن إغلاق الحمامات سوف يجهد سوف يجهد تحمل الحقيقة للسدود التي نعرفها أنها لا تحتاج 23% في الظرفية الحالية نظر الشوح للسماء الشوح للتسقطات للتسقطات لذلك الإشكال الذي كان هو أن الحمام لا يستهلك كل ماء الشروب الحمام لا يستهلك كل ماء الشروب وإنما يستعمل الماء المستخرج من الآبار ماء الآبار و بإغلاق الحمامات المغربي لا يمكن المغربي باعتباره مسلم النظفة من الإيمان لدينا الإجبارية الوضوء لدينا إجبارية الإستحمام قالوا الغدين وليون نستغل الماء الشروب داخل البيوت داخل البيوت لهو ماء شروب وهو المقصود والحفاظ والمقصود أننا نحافظوا عليه ناهيك أن هذا الماء سوف يسخن بكلتا الحالتين إما عن طريق الغاز إما عن طريق الكهرباء وكيف لا يخفى عليكم أنتم كمنابير إعلامية فالغاز مدعم من طرف الدولة بمئة ديرهم في كل قناني دخاز يعني سنزيدون تقول الكاهل دولة سنستهلكوا الماء لهو صالح للشرب وغد سنستهلكوا الغاز لهو مدعم يعني هنا كان المفروض كان المفروض أنه هناك قوى اقتراح يتم إشاركوا المعنيين والمهنيين أو جميع الشركاء والفرقاء في قطع معين لكي يستعملوا الماء بصفة عامة ولكن نؤكد على أن التفريغ كان فيه خطأ أن التفريغ أن الماء الذي نعيث في البلاغ سيد وزير الداخلية هو الماء الشروب وليس الماء المستعمل لأن ماء البئر هو ماء يسمو استعمال صارح للاستعمال وغير صالح للشرب لأن الماء دين السد أو الماء الصالح الشرب هو ما تجمع في السد وتمت معالجته في أحواض خاصة من أجل السهلاك أو الاستعمال البشري من الخسائر كقطاع صاحب الحمام أثبت عبر الزمن يعني الشهيد على ذلك هو أن مرحلة كورونا ما طالب أصحاب الحمامات أو أرباب الحمامات بتعويض يعني تعبيرا عنه وطنياتهم وليس وأن باقي نحن باقي الناس اللي عندهم مشاكل باقي عندهم إشكالات الناس خادت أكسيجين كم شروع ملكي خادت انطلاقة اللي هي أنواع من القروض اللي باقي ما استددها الصاحب الحمام كي يتفاجأ بهذا الإغلاق اللي هو طريقة لن أقول عنها اعتباطية وإنما ما كانتش مضروسة وأنه مجانب للصواب للمصلاح العام نحن نناشد من هذا المنبر نناشد نحن نفتح قنوات الحوار مع السادة المسؤولين وكان عنيه الشخص في جلالة المالك وهو السيد محمد مهيذية السيد الوليد ينجيها على أنه يدير إعادة نظر على حساب هذه المعطيات خصوصا وأننا ما يفيد بوتائق ثابتة على أن الحمام لا يستغل الماء الشروب ولا يتقل كهل السدود لا أبدا مع مرنغا نكون من نسل يطلبوا التعويض تعبيرا منا عن وطنيتنا وهذا أقل ما يمكن أنه يقدم صاحب الحمام وإشارتي العادة على أن صاحب الحمام دائما يعبروا عن وطنيتنا الخطوة أولا سوف نفتح حوار في هذا الباب هذا سنجعل واحد تقرير لأن المفترض يوجد اجتماع المهنيين في بحر الأسبوع المقبل ومنه هذا الاجتماع سوف يسفر على مجموعة سنطلبوا الحضور الجهات المعنية لكي تقرير يرفع إلى المسؤول رقم واحد بالجهة ونبلغ صوتنا ونبلغ هذا الواقع لأن جميع القرارات هي قابلة لإعادة النظر سوف نرفع اللبس ونوضح الصورة ونعظم اليقين أن السيميديا شاهد بالتاريخ بأنه رجل متفعيم خصوصا تجربة لخات مدينة طنجة ورجل نزيل والحكومة إذا أردنا أن تحصل الحاصل سنقوم بمشكلة لأنه استعمال الماء في القطاع الخدمات بصفة عمية الله جوش في الماء نظره بصورة واقعية للفلاحات الاستهلاكية أو تصديرية لأنها تصدر لافوكا اللبتيخ الأحمر الجزار ماتيشا إذا أعطينا إحسائيات ربما أرقام قدلعة كدية 80 نترو كيلو تخز 200 وستين كيلو أننا نصدر البواكير الحوامير هذه الفلاحات لم أردت عليها المجتمعات الأوروبية ولقات منتجة نظر بوضوح أكثر المشكلة الدرجة الأولى هو المشروع المغرب الأخضر نحمل المسؤولية السادة وزراء الفلاحة تعاقبا بما فيه مستيد رئيس الحكومة الحالي عزيزة خنوش لما كان نورمان موازير الفلاحة صديقي تأتي واحد مقدر يقول لا لأن المسألة في كلمة لا خسنا نقول لا شي حاجة لعند ضرر الوطن نقول علانة والفلا ولمغربة وصحاب الحمامات بالدرجة اللولة ركون جنود مجنة وراء السد العالية بالله أنا تصدمت القرار هذا السيد الولي إغلاقة الحمامات الثلثية أنا بحسب اللي قرأت في القرار السيد وزير الداخلية هو يرشد الماء الشارو يعني الترشيد نحن معه 100% رشد الماء بكين بزاف الوسائل بشيء الترشيد يعني التوعية ولكن الحمام لا لديه علاقة بالماء الشارو نحن نحن غير ربن واحد في الحمام هو الذي يعمل في الحمام يعمل بالأبار بالبير يعني لا علاقة بالقرار السيد وزير الداخلية الماء شارو كانت فاجئة أنا قالك ست ثلاث يام 23 24 وحول الخميس جمعة السبت الحد مرحبا المتات الناس سدينا اليوم اليوم سدينا ولكير عند واحد العواقب على موال الحمام وعلى الناس اللي خدامة وعلى المواطنين بنسبة موال الحمام يعني الجانب تقني الشبكة رخصة يعني عندما يأتي المواطنين يقول لك الساكي سنذهب الحمام ونسخن عنده الدوج دياله سخون ونسخن في أي داركة الحمام سخون المواطنين يعني عنده جاكوزي وحمام الشعادي موعم لاحس بسم الساكي من الذي يقول أنه يمكن الساكي الحمام يعني يمكن السخن العظامي كيف يقول بالنسبة الحمام لم يكن بيئ حاجة من غير السخونية السخونية وليس السخون بعد نتش حاجة من غير هذه ليس لنبيع للي حاجة لما لنشرب وقحوة وعصير من الذي يأتي عندنا يجب الحمام سخون ثلاث 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 او ثلاث 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 حمام يعني الشبكة ستنشي كل سإنسى سيقول السداء هذا من جانب التخلي الجانب العمال هكذا يمكن زياد سننطل أكثر ثلاث 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 كيف يمكن وضع ثلاث أصنع وليس هذه هذا من ناحية المدخول اليومي هو الكليان الذي يأتي وانت أعرف كيف يسخ الله وكيف يعطيه هذا هو النسبة للعمة بالنسبة للطريفة أرى أنه ليس الحمام الذي سيقول لديه خسائر كل سيام لا يحل لأنه يسخن هذه الأربع أيام لأنه ليس خسائر ولكن سيسهل كفائيج سيسهل كفائيج سيزيد ويزيد طريفة أصحاب الحمام ونحن لا يزيد على المواطنين أنت أعرف الله يحسن الأول لا يمكن أن يزيد لأنه يزيد لعشرين دينام وهو مصيب شاء يوقل أولاده هذا من ناحية وهذا كان نطلبه من السيد الوالي ومن السيد الوزير لأنه يدعون معنا أول شيء هذا القرار لم نستشعرون معنا قرار خداوه لا أعطوا على أصحاب الجمعية لا أعطوا على أصحاب الحمامس يعني قرار خداوهم ومهما كان طلبوا منهم كيف يحولون نحن نصده حد مصنهار يعني من كان يبدو مع السيد الوصف لا بدو تهد الوصف ونصده كما العادة مع تسعوة العشية هذا بنسبة أما الجانب الذي يهدر عليه السيد وزير والقارة الذي يخرج هذا الماء الشارب فهو رضيعينا ونصره لماذا يدعون عمره المواطنين لا تمامًا قبل عمد فستطيع الأعمال فستطيع الأعمال لماذا يدعون في العم quere والذي كان تتكلم منه يمكن أن نصده يعني لماذا تدعون المائة لماذا تدعون الماء الشارب ونحن نرى أن هناك ماء صالح للشرب و هذا ماء غير صالح للشرب و هذا هذا القرار نطلب منهم لإعادة النظار حيث أنا أقول أنه يحويش يأخذ الماء كثير من الحمام أما الحمام لا يأخذ الماء أنا أعمل في الحمام و لا أعيش من الحمام لا أعيش من غير الحمام نحن يأخذ الماء أسدو إلى سدولنا ثلث ياما مع محنونة قدي محنونة لم نحن يجب أن نحن نعيش فقط أردنا مع الحمام نحن مأخذنا عدينا مع الوفد من الحمام فلن يخذني بشيء لا يتفقدني تفسي أردنا و لا يأخذني الحمام وحسب الله نعم الوكيل فيه ما فكروا فينا ما زادوا غلوا علينا خلوا علينا الغلاوات وخلوا علينا تمارا وزادونا بالسدان وحبسوا علينا الخدمة وعاي قتلونا وعاي قتلونا بارك علينا اشتركوا في القناة